قوة داخلية وخارجية تعمل على تهديد استقرار البلاد هكذا أعلن الأمن الوطني الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المجلس رفع سقف التحدي وقال إن تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات وإنما سماها المخططات التي تهدف لتدمير البلاد من خلال دعم المجموعات المناوئة للسلام لن تنتصر على إثيوبيا نبرة تحدي المسؤولين الإثيوبيين تأتي في وقت تواجه في يد سبابا تحديات أمنية في عدة مناطق ومنها إقليم بني شنغول وإقليم تيجراي وإقليم المهرة ومنطقة أوروميا وبحسب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية سيطرت جماعة المسلحة على بلدة سيدالي بإقليم بني شنغول حيث يوجد سد النهضة غربي البلاد وارتكبت أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين إضافة إلى إحراقها ممتلكات عامة نجم عنه فرار الشرطة المحلية من المنطقة كما شهدت في ديسمبر الماضي مقتلى ما لا يقل عن مئتي شخص في الإقليم وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للمنطقة وأعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية منتصف يناير الماضي فرضى حظر تجول وقيود أمنية مشددة في منطقة متكل بإقليم بني شنغول جموس وإقليم أمهرة ليس أفضل حالا فالسلطات فرضت حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم إثر أعمال عنف المسلحة أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار من الممتلكات فيما أعلن مسؤول المحلي بالإقليم أن هجوما نفذه مسلحون بالإقليم أسفر عن نزوح أكثر من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف مواطن معتبرا أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم وقبل تصاعد هذه الأحداث كان إقليم تيجراي قد شهد قتالا عنيفا بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي انتهت بسيطرة الجيش الإثيوبي على معظم أراضي الإقليم ونجم عن الصراع نزوح الآلاف صوب الحدود السودانية